مرحبا بكم من جديد مشاهدينا باسل يقال حكم عقلك قبل قلبك أو عواطفك أو أحاسيسك وكأن الدماغ يعني ما عندوش أي علاقة بالتركيز فعلا هو موضوع غريب ولكن دراسات كمان بتشير ربما يا نبيلة أنه كهرباء اللي في الدماغ بالتحديد هي اللي عندها سيطرة كاملة على كل الأحاسيس اللي بيباشر بيها البناء آدم ويخليني يفكر يعني لو الحمد لله طيار ده ما بتقطعش كهرباء في العادي بتقطع بس الدماغ شغال على طول خلينا نشوف فاتن رأيها إيه في الموضوع فاتن يعني الواحد لما بيصنع بصيقة مثلا تتكري إيه اللي بيحصل تتحرك كل مشاعر وباس الأكيد وتتعطل الكهربائيات أكيد لها السبب رح يكون عندنا ضمن هالساعة لهيك نعم ريلاكسيشن شوي رح يكون عندنا أنغامل كمان مع فانيسا من بيروت مع مونة علي شو رأيك بالموضوع أنغامل جماهير واجهة صدمة حاليا مع غلاء التذاكر على شباك التذاكر اللي وجدوها هذا الأمر أثر على حبهم للكرة بسبب غلاء التذاكر لدخول المباريات نبيلة أيضا أنت عندك مواضيع عن السجائر الإلكتروني نعم سنناقش كل المواضيع يا علي وربما التدخين هو أحد ردود الأفعال لهذه الصدمة فعلا نبيلة وإلكترونيا السجائر الإلكترونية التي أصبحت رائقة اليوم بالطبع إلى بالإضافة إلى السجائر التقليدية هذه الجلسة للتباحث بين الطلبة والكادر التعليمي في إحدى مدارس تكساس الأمريكية جلسة المراد منها إطلاق حظر استخدام السجارة الإلكترونية بعد أن أصبحت ظاهرة مستشرية بين الطلبة المراهقين زيادة المخيفة بين أوسط الطلبة المقبلين على السجارة الإلكترونية بلغت الثلاثة أضعاف بالمقارنة مع عام 2011 وبحسب الدراسة الأخيرة فأن أكثر من ربع مليون طالب من غير المداخلين أقبلوا على تدخين هذا النوع من السجائر خلال عام واحد إنه أمر أثارش مأزازي وصدمت حين علمت أنها غير ممنوعة وفي خطوة للحد من بيع واستخدام السجائر الإلكترونية اقترحت إدارة الدواء والغذاء الأمريكية وضع قواعد من شأنها أن تمنع بيع السجائر إلى أي شخص دون سن الثامنة عشر لكنها لن تحد من المنتجات ذات النكهة أو المبيعات عبر الإنترنت التي لطالما تجذب الأطفال والمراهقين على حد سواء النكهات المضافة تجذب الصغار على استخدامها وليس هناك ما يمنع أن يجربوا مواد أخرى إلى جانب النيكوتين بيانات أثرت القلق بين الأوساط البحثية ودواء مكافحة التدخين بشأن استخدام الأطفال لنيكوتين في هذه المرحلة الهمة والحساسة من أعمارهم بغض النظر عما إذا كان التبغ يأتي من سجائر تقليدية أو أليكترونية أو غيرها من منتجات التبغ التي تعمل على تلف خلايا الدماغ وهو ما يطلق جرس الإنذار بين الأهالي والأوساط الصحية لما لهذه الظاهرة من تداعيات سلبية على صحة الأجيال القادمة على المدى الطويل وعربيا لا يقل مستوى إقبال الشباب والمرهقين على التدخين عن مثيله في الجانب الآخر من المحيط وإن اختلف ربما بتقليدياته عن نسخاته الإلكترونية هناك والتي بمجملها تثير مخاوف ومسؤوليات في آن واحد وعن مجمل هذه التفاصيل نرحب بضيفنا الدكتور علي حميد التكريتي اختصاصي الطب النفسي في مجموعة دبي طبي أهلا بك معنا نحن في ستودي اليوم في البداية ما هو الدافع ربما إلى التدخين وهل فعلا للأمر علاقة بالتخفيف عن الضغوطات الحياتية والترويح كما يدعي المدخنون في معظم الأحيان يعني بالتأكيد لا يخلو التدخين من فائدة ولكن لما نحسب الضرر الناتج عن إزمان التدخين وقليل من الناس حقيقة من يدخل في التعاود على التدخين من يترك مما يؤسف له أنه ما يكتب على ألبة التدخين أنه التدخين مضرب الصحة والقلب ومسبب مهم من أسباب السرطان لا يعطي أثر رادع مع كل أسف وتعلم التدخين هو عدوى مع الأسف الشاب يتعلم وبسهودة يكتسب هذه العادة من رفاقة من زملاء اكتسابها سهل جدا والإقلاع عنها مع الأسف صعب أحيانا نعم قد يكون لها دور في التخفيف عن القلق والتوتر التدخين مادة النيكوتين تساعد في زيادة التركيز أثناء الدراسة أثناء الامتحانات لها بعض الأثر المفيد لكنه دائما ضرر أعام وضرر أخف لا ندفع بالضرر الأخف فمما يؤسف له أنه الأضرار المتراكمة من التدخين هي أكبر بكثير جدا مما يعتقد أن يكون فائدة لهم دكتور تكلمنا عن أضرار التدخين ولكن ما هو سبب وراء التصاعد المتزايد في نسب تدخين يعني في المنطقة منطقتنا العربية من الشباب وكذلك من المراهقين في بعض الأحيان بالتأكيد من الناحية النفسية هناك الكثير من المؤثرات نحن نسمي المستوى الوطني أو المستوى العام للإكتئاب في منطقة الشرق الأوساط في شمال أفريقيا قد ارتفع كثيرا بالتأكيد الإنسان يتفاعل مع المحيط فما يحصل في الأجواء ما يحصل في مآسي الربيع العربي يؤثر على الشباب سلبا طبعا والشباب يتفاعلون مع هذا هذا قد يكون أحد الأعذار بالمناسبة بالتأكيد الظروف الاقتصادية والمعاشية لها أثر كبير مما يؤسف له أنه التدخين كظاهرة هو tip of iceberg يعني قمة جبل الجديد ما بعدها الكثير التدخين هو البداية ومع الأسف في كثير من الدول العربية ودول الخليج التدخين يؤدي إلى تدخين مواد أخرى غير الدخل غير التبغي يؤدي إلى تدخين مواد أخرى ضارة وخطرة مثل الحشيش وغيرها وإلى الكحول لأنها كلها متلازمات ومترافقات تبتدي بالتدخين وتنتهي لا نعلم أين دكتور عالي عذرا على المقطع ولكن إذا كانت هذه هي الأسباب التي تبر ربما وقوع الشباب في فخ التدخين يعني كيف من الممكن أن نقي الشباب من الوقوع في التدخين بما أن هذه الأسباب لا يمكن التحكم فيها أكيد مبدأ طبي قديم جدا وحقيقي وهو الوقاية خير من العلاج لكن مما يؤسف له أنه أفلام مثلا الستينيات والسبعينيات دائما أبطال الفيلم يدخنون في المكتب وفي البيت وعلى ظهر الحصان وفي السباق وفي كل مكان فمن يدخن كأنها جزء مكمل للرجولة والإنسان لما يشوف الطفل في مقتبل حياته عندما ينظر إلى الأبطال في السينما وغيرهم فيجد جميعهم يدخنون الأفلام القديمة التي نشوفها أحيانا الأمريكية دائما التدخين موجود في كل مجالات الحياة في حياتنا مما يؤسف له أن الأب يدخن أمام أطفاله والمدرس يدخن أمام تلاميذه طبعا هذه جريمة لأنه الطفل سيقتدي بأبويه والطفل سيقتدي بمعلمه وبشكل مباشر ننقل العدوى من المدرس إلى التلميذ دكتور أنتظن أن المسؤولية متقسمة كذلك على ظهر الأبوين أكيد طبعا لأنه واجب الأبوين أن يعلمون ويربون أبنائهم وواجب مهم جدا أن ينظرون من يرافقون لأنه موضوع التدخين وموضوع الإدمان بشكل عام دائما إلى علاقة بالرفقة وأصحاب السوء إذا كان الأصحاب اللي يمشون مع أطفالنا حسنين ولا يدخنون ولا يتعطون أي شيء فهذا ضمان أكيد لأنه أطفال سيكونون وعلى الأبوين مراقبة هذا الموضوع لأن هذا الموضوع كثيرا جدا ما يهمل ويؤدي إلى النتائج وخيمة شكرا جزيلا دكتور علي حميد التوكريتي اختصاصي الطب النفسي في مجموعة دبي الطبية شكرا جزيلا لك